وفي خبر آخر أكد الكابتن الطيار يوسف هملان الدعاجة أنه تلقى بعض التهديدات عبر وسائل إعلام مختلفة بعد قوله إن القدس عاصمة فلسطين الأبدية وذلك خلال إحدى الرحلات المتجهة من مطار الملكة علياء الدولية إلى مطار كينيدي في نيويورك وقال الدعاجة لرؤية إنه مصمم على موقفه الثابت تجاه القضية الفلسطينية رغم كل المساوامات والضغوطات التي يتعرض لها إذا قمنا بعملية الإقلاع بعد الإقلاع أتاني الشباب الصبايا المضيفين فقالوا لي يا كابتن في ناس امتعض قال what is he talking about بالإنجليزي طبعا وناس سقف وصلني تهديدات طبعا عبر وسائل إعلام فلم نأكترث لها وسبق على موقفي إلى يوم القيامة وأقول أن فلسطين ليست الضفة الغربية وقطاع غزة فهذه مدن أنا ورائي فلسطين هي وطن تبدأ من النهر نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط الحمد لله صارنا 32 سنة في هذا العمل يكون لي فخر وأتحدى أن تكون قراراتهما كذا فأنا ما قمت به أؤمن به اليوم وغدا وإلى الأبد وسأبقى أقول أن فلسطين وعاصمتها القدس